الإمام الزمخشري بيقول كلمة حلوة أوي في موضوع تسمية الأرحام بهذا الاسم فبيقول المعنى اللي ممكن نستشفه من هذا الكلام علشان يؤكد على موضوع الأرحام بشكل واضح وجعلها مشتقة من الرحم الذي هو بدوره مأخوذ من الرحم وفي الحديث ربنا بيقول للرحم قال الله تبارك وتعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتدته طيب ده معنى إيه إن العطية في الرحم لجل الله عشان الله هو الذي جعل هذه الرحم لأن هذه الرحم فيها بديع خلق الله وصلة الرحم فيها بديع عطاء الله يبقى الرحم دي فيها بديع خلق الله وصلة الرحم بقى فيها بديع عطاء الله وعشان كده ربنا اشتقل الرحم اسما من اسمي ليه؟ عشان الناس تاخد على مسألة ان الرحم دي من اكبر الادلة على الله مين اللي بيدير الرحم ده؟ الله يبقى اذا كان الله بيديرها فاذا كان حد عمل حاجة عشان صلة الرحم دي يبقى مين اللي يكافؤه؟ الله ويمكن عشان كده ربنا رتب الاحسان على الاقارب وجعله درجات في القرآن الكريم اسمع كده لقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله يعلم شوف فالاقربين في مرتبة تالية على طول يبقى الآية بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان ترتيب الاقربين مقدم في مسألة العطاء وكمان الله سبحانه وتعالى يقول وعبود الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا وبعد كده وبذ القربة واليتامة والمساكين يبقى ايه ده؟ ده بعد الوالدين على طول ذي القربة عشان كده لو بصينا للأيتين هنلاقي حاجة مهمة جدا ان الترتيب جه كالآتي الوالدين ثم ذي القربة بعد كده نلاقي باقي الاصناف اليتامة والمساكين وعشان كده اكتر من خمس ايات فيه من نفس الترتيب الوالدين وبعده زو القربة وبعده وبعد كده يجي اليتامة والمساكين كأنهم بيقولوا أولى لك فأولى يعني الأولى لك والأقرب لك هو الأولى بالصدقة ولذلك الصدقة جائزة على الوالدين والأبناء أما زكاة فما تنفعش لذلك جي ربنا يأمرنا نزكي على ذاو القربة لو كانوا من الأصناف من أصناف الزكاة ونتصدق عليهم وفيه آية كده في سورة النحل بنسمعها كتير يوم الجمة ويقولوا تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون إحنا في الأيام دي بقى وفي ظل الاستعداد لشعر رمضان مهم جدا 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 نخلي بنا من أقاربنا شوي ونخلي أقاربنا في أولوياتنا في الصدقات علشان يحصل حالة من حالات التكامل الماجتماعي وننفذ أمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره إلي بتوصلنا للجنة إن شاء الله نصل إلى الجنة بأمره حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه حضرت النبي قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس إن يام تدخل الجنة بسلام لذلك كزء كبير من الفساد اللي بيظهر في الأرض سببه قطيعة الرحم ومش قطيعة الرحم بس والأسوء على الناس وعشان كده صدق الله إذا يقول فلا سيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم مالهم دول أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم لهذه الدرجة لهذه الدرجة يكون العقاب لما الناس تقطع الأرحم يصل الحال إلى الفساد في الأرض ويصل الحال إلى هذا الوعيد الشديد